السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في فيديو جديد اليوم جمعة 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 جدا من الأكلات إن شاء الله تعجبكم خلاص قربنا ندخل على الشتاء ونحتاج لأكلات تدفينا في الشتاء ومن الأكلات اللي هي دايما بتدفينا في الشتاء العدس هنا جدت نصف كيلو من العدس غسلت كويس جدا حطيت حل على النار حطيت فيها مية بتغلي أول ما غلية المية على طول نزلت بكمية العدس اللي معايا بعد ما بنزل بكمية العدس بنزل بشوية إضافات بيخله طعم العدس حلو جدا جدا لو جربت الإضافات دي في العدس بجده هتحبيه لو أنت مش بتحبي العدس أصلا هتحبيه من الإضافات اللي أنا بضيفها دي هنا رحت الجاي بقى بطمط مية وجبت بصلايا وجبت بططسايا قطع طعم بشكل عشوائي عايز أقول لك لو متاع عندي الجذر بتضيفي جذر عادي بتقطعيه والضفي الجذر بيديه طعم بيديه لون حلو جدا بس للأسف أنا ما كانش عندي جذر وكمان بضيف مع الإضافات دي كلها بضيف معايا مكعب أو مكعبين من المرأة كل ده بيستوي معايا على العدس أول ما بيستوي معايا على طول باخدهم وضربهم في الخلاط بعد كده برجع العدس تاني في الحلة بيغلي على النار في نفس الوقت بابدأ أعمل الطشرة هنا حطيت طاسع على النار حطيت فيها شوية من السمنة ونزلت بمعلقة التوم وكمان التوم أنا بضيف عليه الكمون لأن معروف العدس بالكمون ضفت عليه شوية الكمون وحطيتهم على النار وعملت الطشرة عادية خالص وبعد كده بنزل بالطشرة على العدس زي ما شفته معايا كده وبكده كنا أنا خلصت العدس عايز أقول لك لو هنا حاب بتضيفي شعرية وبتضيفي له شعرية ممكن بتضيفي معلقة أو معلقتين من لسان العصفور أو الرز بتضيفي معلقة أو معلقتين بيستوي في العدس عادي خالص لكن الشعرية طبعا إحنا بنسويها على النار في شوية من السمنة وكده تأخذي أحلى عدس ساني النهاردة حابيت أشارك معاكم كيش الشمسي من البداية لأنها خاصة طريقة بسيطة ومكونات كلها موجودة في البيت أول حاجة جبت حالة حطيت فيها شوية من المياة الفترة أو المياة الدافية بنزل عليهم بمعلاقة كبيرة من الخميلة الفورية وبعد كده بنزل عليهم بكمية دي اللي أنا عايز أعملها عايش هنا دي بضيف عليه حاجتي بدي رشا من الملح وممكن الملح بطيفه مع المياة في الأول عادي خالص وكمان بضيف على دي معلقة كبيرة من البيكنج بودر البيكنج بودر هنا في يده أنه بيخلي العيش معي هاش جدا بعد كده بتبدأ مرحلة العين بعجن بطريقة بسيطة جدا لكن في نفس الوقت لازم تخدم العجين كويس جدا جدا من أهم عوامل نجاح العيش الشمسي حاجتين اتنين إن تعجنيه كويس أو تخدميه كويس جدا وبعد كده بتحطيه في الشمس دول أهم حاجتين إن كنت بتنجح معيك العيش الشمسي هنا بعد وأنا بعجن مش بحط المياة كلها مرة واحدة بحطها تدرجان يعني شوية بشوية وكلما بحطه شوية بعجن كويس جدا جدا زي ما قلت لكم لازم بتخدميه كويس جدا في العجن كمان بعد ما خلصت العجين بقطع العجين على طول مش بخليه ينتظر إن أنا يختمر ولا أي حاجة أول ما بخلص عجين بدي أقطع العجين على طول بقطعه بعمله آآ زي الكرة كده بحطه في الديي وبعد كده بحطه في الردة بعد ما بحطه في الردة بيبقى كرة معي باخد يدي بحطها في الديي وبعد كده بحطها على العيش التاني أو على الكرة اللي أنا عملتها وبططبها وبعملها كده زي الرغيف بالزوم وبعد كده بجيه في الشمس زي ما شفت احطها على جراكنا الصفرة وحطها في الشمس وهنا بتبدأ مرحلة الخمر اختمر معي وبعد كده في الوقت ده بكون مسخنا الفرن واجيب العيش بتاعي بعد ما اختمر بعد ما بختمر باجي كده في الجنب او على الحواف كده وبروح فتحها بالدبوس بابرة باي حاجة دايرة كده بفتحها كلها بفتح ليه عشان خطر يستوي من جوا وعشان بعد ما يستوي مفتحش الرغيف الاقيه من جوا عجلي لازم بعمل خطوة دي وزي ما انتو شايفين كده بعجين هاش مكارونا الطريقة حلوة جدا هنعمل مكارونا محمرة بالسلسل لكن الطعم رهيب جدا جدا اي نوع من المكارونا حابة تستعمليه ممكن بتستعمليه هنا جبت المكارونا حطيت حل على النار حطيت فيها مادة دهنية وانزلت بالمكارونا اول ما بنزل بالمكارونا على طول بستمر في التقريب لحد ما اتاخد معايا اللون الدهبي الغامع هنا بقلب على طول وانا بقلب في المكارونا كل شوية بحس ان اللون بدأ محيا يغير لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه اول ما اتاخد اللون الدهبي هنا بكون مجهزة كوباية من عصير الطماطم الطماطم هنا حابة زودية حابة تقليلية على حسب رغبتك انتي بعد ما خدت اللون الدهبي الغامع نزلت بكوباية عصير الطماطم وبنزل كمان بالشربة يعني معنا صحة زودها شربة بعد ما نزلت بالشربة بعد كده هحط معلقة من الصلصة وهنا معلقة الصلصة اختيارية يعني ممكن تستغني عنها خالص وبنزل كمان عليهم بمكعب من المرأة عايزة اقولك لو حبت تستغني عن الشربة ممكن بتستغني عنها وبتضيف مية ومرأة بس لكن الشربة بجد بتديها طعم حلو جدا بتودي طعمها حتة تاني خالص حطيت معلقة الصلصة وحطيت مكعب المرأة وبعد كده بضيف الملح الملح بضيفه بعد المرأة عشان اضبط الطعم قويس جدا وبعد كده بحطهم على النار هادية وتستوي معي المقرونة بتبقى اجمل مقرونة جراخ مدفونة في الملح اول حاجة هبدأ اجهزها في الطريقة بجهز الحشو اللي انا احشي بيه الفراخ بجيب بصولها مدوسطة بطعم مكعبات بحط عليها معلقة من الفلفلسود معلقة من الملح معلقة كبيرة من السنة بحطهم على النار لو حبيت تضيفه الكبزة بتعطي الفراخ بتقطعوها تضفوها مع البصل بحط البصل على النار اول ما بيت بل معايا بكون متجهزة الرز الفرخة واحدة بتاخد كباية رز هنا عشان فرختين احط كبايتين من الرز بعد ما بقلب الرز شوية في البصل بعد كده بعمل ايه بزود الرز معايا وهنا عايزة الرز يكون نص سوى يعني ما تقطريش الميا لحد الرز ما بيستوي هنا بروح جايب بقوله بحط فيها ربع كباية من الزيت وبحط عليها مكعب ملقة المعلقة من الفلفلسويت معلقة من البابريكا بقلبهم مع بعض عشان هدهن بهم الفرخة بكون متجهزة الفراخ بتاعتي وببدأ بعد كده حشي الفراخ بالرز اللي انا جهزته بعد ما حشيت الفرخة بعمل ايه وروح جايب افرشة وادهن الفرخة بالحاجات اللي انا عملتها لأيه البابريكا والفلفلسويت والمرأة بادهن الفرخة كلها بعد كده بديها صدمة على النار بحطة تسعة على النار بحط فيها زيت واده الفرخة صدمة بعد ما بديها صدمة بحطها في ورق الزبدة ورق الزبدة لو خايفة منه وشايفة ان هو مش مطبون بتعمل ايه؟ بتروح جايب الزيت وبتتهني ورق الزبدة كله بعد كده بتحط الفراخ وتلف فيها كويس جدا جدا عشان خطر الملح ما جيش في الفرخة وهنا بجيب من 5 ل 6 اكياس ملح حجم كبير وبحطهن في بولة وبارش رشات خفيفة من الماء عشان خطر ان انا هعجن الملح بخليه زي الرمل المندية والزبط بروح جايب الصينية اللي انا هحط فيها الفرخة وبعمل طبقة من الملحة في الصينية بروح جايب الفرخة اللي انا هحط لفيتها في ورق الزبدة وبحطها على الملح واغط الفرخة كلها بالملح عايز اقول لكم ان انا مش بسيبه غلصانتي في الفرخة غير لما تضغطى من نجاح الطريقة لانك انت تضغطيها بالملح تماما بحطها في الفرن بتاخد من ساعة ونص لساعتين بتبقى جميلة جدا هتجيب الخيار وتختليه بعد ما بتختليه بتبدأ تقطعيه بتقطعيه بالسكينة بتقطعيه بالقطع طبعا وا بتقطعيه بالشكل اللي ريحك بعد كده بنقطع معاهم فلفل أحمر وفلفل أغدر معاهم معلقات صغيرة من السكر معلقات صغيرة من الكامون ومعلقات كبيرة من الملح ومن 4 ل 5 فصوص طن بنقطعهم ونحطوا كل ده في بولة وبعد كده بنحط عليهم معلقتين كبار من الخل البيض وعصير لمونة ومعلقة زيت اختياري الزيت ممكن تحطيه وممكن لا وكل ده بنحط عليه كوباية مية دافية المية الدافية ومعلقتين الخل بيسرعوا عملية التخليل لو جربت الطريقة دي مش هتبطل يتعمليها خالص بجد الطريقة تحفة والطعم جميل جدا بعد ساعة واحدة بالزبط بتاكل أجمل مخلل خيار مقرمش وتحفة حاجة بروح جايب أي نوع متنجان عندي بقى طعم مكعبات وبحطه في بولا بأصر عليه اللمونة كاملة وكمان بحط عليه أو برش عليه ربع كوباية من الخل وبسيبه في الخل واللمون لمدة تلت ساعة بعد ما بتمر التلت ساعة بروح جايب البتنجان وبشطفه تحت المية وبكون في الوقت دا مجهزة التصاب تعديل فيها الزيت أول ما زيت بيسخن بنزل على طول بالبتنجان وهنا بحمر البتنجان بطريقة عادية خالص وكمان بحمر معاه فلفل ممكن أقطع الفلفل وممكن بسيبه زي ما هو بعد ما حمرت الفلفل وحمرت البتنجان بحط حل على النار وبجيب كمان طماطم بقطعها مكعبات صغيرة جدا مش بعصر الطماطم بقطعها مكعبات صغيرة جدا دي خطوة مهمة وبضيف شوية إضافات على الطماطم دي بتخلي طعمها حلو أول حاجة بجيب معلقة كبيرة من التوم المفروم بضيفها على الطماطم وكمان بضيف عليهم ثلاث معالق من الخل وبضيف جمال رشة من الفلفل لسود رشة من الكمون لحد ما بتتسبك معايا تمانا وبعد ما بتتسبك الطماطم عايز أقول لكم بتبقى حلوة جدا جدا وبضيف عليها البتنجان والفلفل اللي أنا حمرتهم جربوا الطريقة بجد هتعيب بكم أنا واثقا لو جربت طريقة مساء عليها تحبوها جربت طريقة مساء عليها